موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد مرحبا بكم مجددا في ترس أحكام التجويد مع تحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري هذا النظم أو هذه التحفة نظمها وألفها للمبتدئين في علم التجويد ليست للمنتهيين مثلا المقدمة الجزارية كما ذكرنا أعلى منها درجة ثم يتدرج الإنسان في أحكام التجويد ولكن نحن في هذا الشرح مرة على مرة نذكر حكما في غير هذا النظم كي نستفيد ونقرأ القرآن قراءة سليمة فالإنسان يحاول أن يقيم لسانه وأن يقرأ القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا مع الحكم الرابع للنون الساكنة والتنوين وهو حكم الإخفاء نعم قد قرأنا هذه الأبيات لا بأس أن نعيدها تتفضل فاطمة مداني تقرأك العادة تفضلي والرابع الإخفاء عند الفاضيل من الحروف واجب للفاضيل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثانا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقاضى ظليما ما شاء الله كنا قد توقفنا في آخر الحلقة أو الدرس أو الحصة الماضية عند تعريف الإخفاء لغة واصطلاحة وكنت قد سألت كنا فلم تجبنا فكأني طلبت من كنا تحضير هذا الأمر من تعرف لنا الإخفاء لغة من تعرف لنا الإخفاء لغة تفضلي زهرة الإخفاء لغة هو السيدر ما شاء الله الإخفاء لغة السيدر أخف الشيء أي ستره عن أعين الناس أو عن أيدي الناس إصطلاحا من تعرف لنا الإخفاء إصطلاحا رحاب إصطلاحا هو نطق الحرف بين الإظهار والإضغام من دون تجديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول ما شاء الله نعم هو نطق الحرف بين الإضغام والإظهار بين الإضغام والإظهار من دون تجديد مع بقاء الغنة الغنة هذه كالصفة لماذا أعطيناه حكما بين حكمين لأنه لم يكن بعيدا كأحرف الإظهار فأعطيناه حكم الإظهار ولم يكن قريبا كأحرف الإضغام يرملون أو يرملون فأعطيناه حكم الإضغام فأعطيناه حكما بين بين هو نطقه هو عبارة عن نطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإضغام من غير تجديد أن صدوكم أن مع بقاء الغنة مع بقاء الغنة في الحرف الأول ما هو؟ هو النون هو النون الساكنة أو التنوين التنوين هو نون زائدة تلحق آخر الإسم من غير توكيد فأعطيناه حكما بين حكمين أن صدوكم هذا المثال عن حرف الصاد وقد ذكرت هذا في الدرس الماضي أن صدوكم اقرأوا هذا أن صدوكم لابد أن تجعل هذا مسألة خلافية بين القراءة موضع اللسان أين يكون نقرأ بهذه الصفة يكون بين قريبا من مخرج الحرف الذي يلي النون أو التنوين مخرج الص يكون قريبا من الصاد من مخرج الصاد يعني لو هي مفروضة كمقدمة الجزرية مخارج الحروف فيها نذكر هذا الشيء قريب من الصاد مش لا تقرأ في الصاد أن صدوكم أن صدوكم قولوا أن صدوكم أن صدوكم هذا هو الإخفاء مش أن صدوكم ومش أن هذا يسمى إظهار بغنى أن صدوكم أن صدوكم بين الإخفاء بين الإظهار والإظهار مثال عن مثلا الذال منذر منذر شوفوا للسان قرب مخرج الذال قرأوا معي منذر 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 إنما أنت منذر إنما أنت منذر نعم أنا قرأتها بالقصر لكن ورش من طريق الأزرق يقرأها بالمد ست حركات إنما أنت منذر فيها إخفاءين في أنت أنت مع الت تقى أنت فاطمة ركزي قلنا فيها حكمين أنت منذر أنت منذر نظر مثال عن حرف الكاف من كان يرجو من كان يرجو مش من كان من الغنى واللسان قرب المخرج الذي يلي هذا من كان قرب الكاف من كان من تقرأ لنا وحدها فاطمة من كان يرجو ما شاء الله هذا هو الإخفاء من كان يرجو لقاء نضرب لحرف الجيم فأنجيناه 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 وأهله كثيرة في القرآن مثال عن مع الشين حرف شين من شاء من شاء مدوا حرف من شاء من شاء من شاء مع القاف من يعطينا مثال مع القاف نون الساكنة أو التنوين مع القاف غيرك تفضلي إيمان مثال عن حرف القاف إخفاء من قال نعم مع القاف قلنا قوله عز وجل وَلَا إِنْ قُلْتَ وَلَا إِنْ قُلْتَ اقرأوا معي وَلَا إِنْ قُلْتَ ما شاء الله منقالبون منقالبون ليست منقالبون 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 ضم الشفتين منقالبون منقالبون ما شاء الله مع حرف السين أن سلام أن سلام أن سلام هذه أمثلة مختصرة وإلا نقرأ إن شاء الله وعندما نكمل هذه الأحكام نساكنة والميم وغيرها نقرأ قراءة ما شاء الله متأنية فيها كل الأمثلة مثال ثاني مع حرف الدال من دابة وما من دابة وما من دابة التاء المربوطة عند الوقف تنطق هاء خالصة من دابة هذا حرف هذا مد لازم كلمي مثقل وإن طائفتان مع الطاء وإن طائفتان وإن طائفتان من المؤمنين نقتفل مسألة خلافية بين القراء هل تفخم هنا الغنى يعني الإخفاء يفخم أو لا يفخم هل تقول وإن طائفتان أو تقول وإن طائفتان أظن أظن هو الله أعلم المقدم عند وارش من طريق الأزرق عدم تفخيمها وإن طائفتان من المؤمنين قد تتلوا مع حرف الزاي فإن زللتم أقرأوها ثم تعيدون فإن زللتم فإن زللتم فإن زللتم فإن فللتم نعم نسرع قليلا مع الفاء انفروا خفافا وثقالا انفروا انفروا انظروا من طريق الأزرق انفروا 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 خفافا مع الت قلنا أنت من تحتها مع الضاد إن ضللت طلح من ضود والضاء إن ظن ينظرون نختم بحرف الضاء أفلا ينظرون إلى ليبي كيف خلقت اقرأوا أفلا ينظرون إلى ليبي كيف خلقت ما شاء الله فهمتم الإخفاء نعم مرة معنا الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء هذه أحكام النون الساكنة الأربعة إلا أن الإدغام له قسمان فركزوا وحاولوا أن تراجعوا دروسكم في المنزل وتقرأوا القرآن وتحاولوا أن تطبقوا ما قرأتم في هذه الدروس إلى درس قادم بإذن الله سبحانه وتعالى إلى ذلكم الحين والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر